تتجه اليابان إلى إطلاق قطار متطور فريد من نوعه بحيث لا تراه العين أثناء سيره على سكة الحديد هذا ويرتقب بأن تكون القطارات الجديدة مصنوعة من مادة مبتكرة تعكس المناظر الطبيعية المحيطة بالقطار أثناء السير وتفيد تقارير بأن الشركة المشرفة على المشروع تعتزم بحلول عام 2018 تصنيع سبع قطارات غير مرئية يحتوي كل واحد منها على ثمان عربات وتتولى المهندسة اليابانية الشهيرة كايوزو سيجيما تصميم القطار من الداخل والخارج وذلك عبر جعل المعادن المستعملة في التصميم شفافة وعاكسة إلى درجة كبيرة هذا وسبقت الاستفادة من تقنية استعمال المعادن الشفافة في وسائل النقل وذلك من قبل شركة لاندروفر للسيارات وكذلك شركة سامسونج في إحدى تطبيقات السلامة الطرقية للشاحنة الكبيرة وتعتزم شركة سيبو اليابانية للسكك الحديدية تشغيل القطارات تزامنا مع احتفالاتها بمرور قرن كامل على انطلاق عملها في مجال النقل باليابان جدير بالذكر بأن القائمين على المشروع أوضحوا بأن القطار الجديد لن يعود القطارات المستخدمة حاليا في البلاد مؤكدين بأن الهدف من تصنيعه وتعزيز المكانة التي تحظى بها القطارات اليابانية في صفوف وسائل النقل العالمية الأكثر تقدما ترجمة نانسي قنقر